وإحنا بنتعلم حسن التغاضي من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إزاي يكون التغاضي الصحيح عارفين ستنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها إن هي كانت لما سأل رسول الله ستنا مؤمن عنها قالت لا أعلم عنها إلا كل خير إلا أنها تنام حتى يأتي الداجن فيأكل عجينها طب ديوا بدوا إن دي حاجة مكررة لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عمر منطقة ده ده إحنا عرفنا الإسة دي إمتى لما جت سؤال رسول الله ستنام في حادث الإفك لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تغاضى عن ده مش بس تغاضى عنه كان إن هو يرجع وما يلاقيش أكل في البيت كان بيكون سبب إن هو يفتح باب عبادة فلما يدخل رسول الله عليه وسلم على عندكم من طعام يقولوا لا ما الطعام راح فين أكلوا الداجن لأن السيدة عائشة كانت نائمة وجيت داجن وأكل الإيه وأكل العجين فما فيش أكل فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إيه إني صائم في أي كلام في أي تعقيم في أي إضاح في أي تعليم ما حصلش لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تغاضي فيبقى التغاضي الحقيقي هو إيه؟ هو التغاضي الأرياحي اللي هو إيه التغاضي الأرياحي؟ هو رسول الله عارف الصفات كتيرة في السيدة عائشة اللي خلته لما سألوه من أحب الناس إليك قال عائشة فيها صفات كتيرة والصفة دي فرسول الله سلم تغاضى وكأنه بيعلمنا تطبيق لقوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن ومؤمنات إذا كره منها وخلق الراضية منها الآخر خلاص تجاوز صلى الله عليه وسلم فبيعلمنا من التغاضي الحقيقي والتغاضي الأرياحي أن أنت تفوت وتعدي وكأنك ما فوتش في ناس بتحس أن التغاضي ده عبء عليها وعشان كده ما بيقدرش يعمل التغاضي الأرياحي ده لكن عدم التغاضي هو اللي بيحول العلاقة إلى عبء لما كل طرف بيحس أن التاني مستنينه غلطة التغاضي ده مفتاح من مفاتيح السعادة في العلاقات ليه؟ بيدخل أهم عناصر أهم عناصر المواد ده والرحمة اللي هي اللطف على الخفة في البيوت على عدم على أن البيت واسع والبيت مش سجن ولا البيت فيه نيابة عايتحقق لي طول الوقت فيها لا 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 خالص ولما يكون الأب على سبيل المثال مثلا مش بيوقف على الوحدة تلاقي البيت كله بيحس أن الأب ده فكت البيت لما ييجي كله يقعد معاه ويكلمه ويقوله أنا مستنيك ويحسه أن حضوره عمل أمان في البيت وعمل دفع ده أب قدر يكسب قلوب أولاده زي ما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قدر يكسب أرض قلبي سيدنا أنس سيدنا أنس بيقوله عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتغاضين صلى الله عليه وسلم وده لقب لازم نحطه وإحنا بنتعامل مع حضرة النبي يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف قط وما قال لي لشيء لم أفعله ألا كنت فعلته ولا لشيء فعلته لما فعلته يعني لما قال له شما ما عطبوش على حر خالص